بتاعتنا في وتثبت ان هو مضبوط وشفنا ان اللي انت عملت لها واخترت بتاعها واخترت لها ده لا يعفيك ان انت لما تنزل على ارض الواقع او في الموقع وتبص تلاقي ان الكاب اللي انت اخترته درب منك ولا حاجة نتيجة انك ما اخدتش في اعتبارك وانت بتعمل ديزاين اللي انت تختبر اختبار مشهور جدا وهو الكارنت كارينج كابستي وتتأكد ان هذا الكابل يستطيع ان يتحمل طيار الحمل وفقا لظروف التشغيل او ظروف الموقع وشفنا اللي ده كان بيخلينا لما شفنا مسألة الديزاين المرة الفاتت ده كان بيخلينا نلجأ الى زيادة عدد الكابلات بحيث الطيار اللي شايله كل كابل يقل ويستطيع ان يتحمل الطيار ده طبقا للظروف اللي هو فيها وكنا دائما بنشايك على نفسنا عن طريق الريتنج اللي بنعملها ونقارن الكارينج اللي هو الكارينج كابستي بيه الاكتشوال كارينج اللي ماشي في الكابل وانا الاختبار ده على الرغم من اهميته لكنه برضو مش معناه اللي الديزاين بتاعك سليم وكان لابد علينا اللي احنا نروح للاختبار التاني او التست التاني اللي هو بتاع الفولتج دروب ونتأكد انه على اخر نقطة نستلم فيها الفولت اللي احنا ممكن نقول عليها في الباور سيستم الاند باس يعني نتأكد ان الفولتج على هذا الباس وزين اللي سامح به الكود او الستاندرد اللي اتشغال فيها واتفقنا اللي معظم الناس في العالم بيسمح في الديستريبيوشن بحوالي خمسة في المية بلاس او ماينوس وكنا لازم اللي احنا نتأكد من القصة دي وفجئنا المرة اللي فاتت اللي لما عملنا الفولتج دروب بدل عدد الكابلات اللي كان خمسة بدين بيه وبقى تسعة نتيجة الكارنت جالي انكبستي وصل اللي كان لاتناشر وده طبعا لازاي ما انتم عارفين احنا كان قدامنا اختيارين لما بيحصل دروب عالي لان ما نزود المساحة لان ما نزود عدد الايه الكابلات وكان الاختيار الاكسر اااااااا اكتصاديا يعني او المور ايكونوميكا ليه اللي احنا نزود عدد الكابلات احنا بنقرب من حتة السكشن ايريا عشان اسعار السكشن ايريا لما بزيد الاسعار بتبقى سبش اللي احنا عملناه قبل كده في الخطوتين دول ما يدي لكش الحق اللي انت تفاليديت او يور ديزاين ما تقولش اللي ده صح ولا غلط لازم تالت اختبار هو اختبار هام جدا جدا ممكن ان يتعدى اهميته الاختبارين اللي قبل كده لان الاختبارين اللي قبل كده عمرهم طويل سواء الكارين كبستي الكابل ما بيدربش لما تحمله وتعمله اوبرلود في لحظتها ده هياخد له وقت عشان يعمل كده تبقى اللي الموجود عليه قد يكون سنة ويدرب منك بعد كده ما يستحملش انما وكذلك الدرب ده ليه علاقة بالكواليتي يعني انت بتدي سابلاي لكاستمر وهو عشان يبقى راضي ومبسوط من جواه فلازم الفولت يوصله من بوين تسع خمسة بريونت لون بوينت او فايف دي حاجة ليه علاقة بالايه بالساتسفيكشن بتاعه بالايه بالكواليتي بينما التالت بقى اللي هنعمله النهاردة ده لو اتعمل غلط بيقضي على الكابل فيه اقل من خمس ست سوان اللي هو مين الشورت سيركيت كباست للكابل عايزين نتأكد النهاردة ان الكابل اللي احنا حطناه هيتحمل طيار الشورت سيركيت واحد عيجي يقول لي يلا هو طيار الشورت سيركيت هيمر لوقت ايه احنا وإحنا بنعمل ديزاين بنختار اي كابل لو الكابل مثلا قصير بنحط له بريكر واحد لو الكابل طويل شوية بنحط بريكر في بداية وبريكر في نايت وانت حصل شورت سيركيت نفترض لتحض بريكر واحد حتى وحصل شورت سيركيت عندك هنا والبريكر ده وضعه الطبيعي اللي هو فهتقول لي الطبيعي ان اي شورت سيركيت هيفضل يمر في هذا الكابل انتل السيركيت بريكر دي تعمل ايه تريب تعمل تريب وتفتح اطرافها وتخلي طيار الشورت سيركيت بزيره يعني واضح كده من الكلام اللي انت عايز الكابل مينموم يتحمل الوقت بتاع مين التريب تايم بتاع السيركيت بريكر لو البريكر بيفتح في ربع ثانية يبقى تحمل ايه ربع ثانية يعني اتحمل هذا الطيار الكبير اللي هو بالكيلو أمبير لمدة ربع ثانية اخذ بالك وتأمن نفسك أكتر من كده نصقه أكتر زي ما هنشوف لبقى ده اللي احنا عايزين نتأكد منه النهاردة نتأكد أنا وانتو ان الاريا اللي انت اخترتها ستتحمل هذا الطيار لمدة معينة تتوقف على تريب تايم بتاع مين بتاع السيركيت بريكر فمشكلة حلو قادي مسلم لمحاول توزيع واحد ميجا وبيدي اللوحة تحته دي اللوحة اللي خارجها من المحاول اللي عادة هنخرج منها أربع كابلات ثلاثة في ماتين واربعين وبعدين اللوحة بتسلم لوحة اللوحة بتسلم لوحة زي ما احنا متعودين على شغلين احنا عايزين بقى نعمل ايه عايزين كل الكابلات اللي هي السيركيل زداش دي او اللي هي لبس داش ده عايزين نتأكد اللي كل الكابلات دي لما يحصل عندها شورت سيركيت نتأكد اللي هي تتحمل ايه الشورت سيركيت ده وقت التريب تايم اللي هو بتاع البريكا ده اللي عايزين نعمله حلو دي الحتة اللي بأكد عليها ويقولك انت عشان تعمل القصة دي محتاج تعرف المعلومات دي عن الموقع بتاعك واحد عايز تعرف ايه الماكسموم شورت سيركيت اللي ممكن يتعرض له الكابل خلي بالك من الحتة دي لان في الكابلات الطويلة اللي بتعملها بريكا فاولة واخرة قد تتعرض نشورت سيركيت بعيد عن السورس او قريب من الايه من السورس اللي هو بالنسبة لها المحول فالكابل اللي خارج من لوحة المحول الكابل ده اللي هو التلاتة في ماتين واربعين بيبقى خارج عندك كابل اتنين تلاتة اربعة وانت حضرت له البريكيرات بتاعته ايه وكمل بقى اللوحة بتاعتك الشورت سيركيت ممكن يحصل في اخر نقطة في الكابل اللي هو قرب الديستريبيوشن بورد اللي بيسلمها المحول اللي بعد كده لو اللي بيسلمها الكابل وممكن يحصل قرب اللي ايه غرفة المحول او قرب اللوحة بتاع المحول في الحالتين الطيار ده يهمش فين هيمش في الكابل لكن الطيار اللي قرب السابلاي اكيد اعلى من الطيار اللي ايه اللي بعيد عن السابلاي صح ولا غلطان معنى كل ما بنقرب كل ما الزد اللي بنتعرض لها ايه بتقل وين شورت سيركيت هو فيه على زد اخذ دلك بيبقى كل ما نقرب ناحية المحول احنا بنتعرض لشورت سيركيت اعلى فاو انت بتعمل ديزاين رجاءن ما تعملش ديزاين على اللي ايه على شورت سيركيت البعيد احنا مش هنستابل احنا بنعمل ديزاين على الورست كيس دايما اللي هو شورت سيركيت ايه القريب او اللي في بداية الايه الكابل كذلك برضو تراعي اختيارك للسيركيت بريكر لازم السيركيت بريكر اللي هتختاره يترب يعني اسرع ما يمكن ها واحنا اللي بنختار السيركيت بريكر ده ونركبه وليه كاركتوريستك اللي هي الاي بي الاي تي كاركتوريستك بتاعته اللي هي يقولك عندي كارنت كذا هيترب في تايم كذا فانت بتختار بنفسك بس معظم اللي موجود في السوق الحقيقة في الديستريبيوشن بيعمل السيركيت بريكر على خمسة ستة سايكلز فما ايه ما بنلاقش منه في الجزية دي وطبع خمسة ستة سايكلز نتكلم في ميت ميت ميلي يعني مية وخمسين ما مزيدش عن كده فاللوه قبل ما ترمش هتكون البريكر ايه فتح الحتة اللي هي رقم اتنين دي اللي انت عايز تتطمن ان الكابل بتاعك انت بصممه يشيل طيار اعلى كمان من ايه من الطيار اللي هو الماكسمم الموجود ودي هنعملها مع بعض النهاردة كويس دي المسألة بتاع القيتاب اللي كنا شفناها المرة اللي فاتت وافترضنا اللي انت عندك شبكة وبتدي لمحول محول ستة ميجا صحيح وبعدين ايه بتدي الحمل وانت بتحسب الشور صركة في كل الاماكن المحتملة في كل اماكن ايه المحتملة طبعا هنا انت تلاحز احنا دايما بنحسبه على الباصز او نظر لان اطوال الكابلات مش ايه مش كبيرة الا ما في بعض الاحوال زي ما هنشوف النهاردة لما طول الكابل بيجبن لا بنحسبه على بداية الكابل ونهايته عشان نتطمن على الفكرة بتاع الشور سيركت ليفل والاي تاب براحت في الحكاية دي جاست بتديره الديزاين بتاعك انت في الاخر عندك انت عامله او تقدر تحوله على لاي تاب لاسكماتيك زي ده كده وتقول له والله المحول ده مواصفته كزا الريتنج انتاعه كزا والبولت كزا والمبيدنس كزا والكابلات دي اختارها من جداول الكابلات اللي موجودة في وتقول له والله ظروف تشغيلها كزا واحد دين ثلاثة اربعة وتخليه هو يعمل لك التستات اللي انت عايزها اللي هي بتاع ليه كل الكلام ده يقدر يعمله لك اخد بالك وبطريقة بطريقة بدل ما تعمل انت تشتغل بايدك بطريقة طيب من عايز اقول اينا بقى اه دي الحتة اللي كنت بقول لك عليها تكير ان اللي هو اتنين ده زي ما تشايفه ده على بداية الكابل واي فولت واحد كأنه على نهاية الايه الكابل مع الباص كأنه على نهاية الكابل هي هي وبتعلي اي فولت اتنين بما انه اقرب لحيط السبلايفة بيبقى دايما اعلى وقلت لك قبل كده ان السيركيت بريكر بيبقى ليها كاركترستيك انت بتتعرض لها في المانيول بيبقى معاك المانيول بتاع البريكر وتخش على اي تي كاركترستيك ده هيت وزي ما هنعرف بعد كده ان السيركيت بريكر بيقسموها لتلاتة ريجونز ها سيبك من الريجون اللي في النص دي اللي اسمها شورت دي اللي هي اطلقبت شوية دي هتكلم عن المحاضرة الجاية انما الريجون الاولانية دي اللي هي بيسموها long delay protection آآ ريجون الريجون دي مسؤولة عن الطيارات اللي بيحصل عندنا فيها اوبرلود ها وانت عارف لما بيحصل اوبرلود احنا بناخد مدة عشان تفتح اطرافك فاتبص تلاقي فعلا لو جيت عن ده نقطة وقفت هتلاقي التايم كبير التايم كبير قد يكون بالايام لو الاوبرلود صغير ويه زي ما قلتلك ان انت يهمك في الاخر ان البريكر دي تقوم بواجبها يعني هي مديها الكيرفز اللي قدامك ده اجا اشغالها الاقي كيرف دا يتحقق وعشان كده واحنا بنستلم في لحظات الكميشنينج اللطيفة اللي تستلم فيها من المؤرد هذه اللحظات السعيدة بتعمل اختبارات على البريكرات اللي انت وصل لك انت عندك الاف البريكرات موجودة في الموقع فبتعمل لها كم اختبار انا عارف اللي فيه شركات لها عالي في السوق وليها اه اداء معروف وبتاع بس احنا ملناش دعوا بالكلام ده وخصوصا في المواقع المهمة احنا بنعمل برضو اختبارات للبريكر ويحنا نستلمها انا نتأكد ان هذا سيتحقق في الواقع بمعنى انه اذا تعرض لطيار هيفتح في مايبقاش وعشان نجد سامحية كده كده المصنع بيقولك يا عم بحبح الدنيا وخلاها عشر في المية بلاس مينوس والعشرين في المية ماشي فهو بيديك ليه او بيديك سامحية ليه الارقام ما تبقى الشرب يعني اخذ بالك يبقى فيه يعني المهم اللي هي تقوم بالواجب واهم حاجة اهم واجب عندها هو واجب اللي هو اخر ده لو لاحظت هتلاقي بتاعه صغار جدا بيبقى ميت ميلي لا يتعدى الرقم ده تقريبا كويس قادي لإيه السيركيت بريك رودي الحتة بتاع الميت ميلي اللي انا بقولك عليه ونسأل سؤال ونقولك طيب انا الوقتي حسبت الشورت سيركيت في كل مكان محتمل في الشبكة بتاعتي وعرفت الشورت سيركيت الصغير والكبير والآخر وقلي في نهاية الكابلة وقلي في نهاية الكابلة وقلي عندي والكلام ده كله عملناه هعمل ايه بعد كده يا ده انت فتكر اعمل ايه ما انت عرفت الشورت سيركيت كارنت صح؟ بما انك عرفت الشورت سيركيت كارنت فانت ده مكافئ الى انك تقريبا عرفت الشورت سيركيت صح؟ لانه ال V على Z هي ال I فانت عرفت ال I خلاص فكانك عرفت مين الزد وانا وانتوا عارفين ان الزد في الديستربيوشن معظمة R يعني R زي GX بس ال X كنا بنعملها عشان R كبير ايه وعن ال X فكانك عرفت ال R صح؟ فال R اللي هي روء إيه اللي على I وانت عرف طول الكابل ونوعه يبقى انك عرفت ال I يعني I بتاع الكاب المكافئة مين لزيبت الشورت سيركيت المكافئة مين لتحمل هذا الطيار وبالتالي عرفت I بيسموها بتوع التوزيع I وهي ال I التي لابد ان يتخطاها ال I الحقيقية بتاع الكابل يعني لو انت لك ال I شورت سيركيت طلعتها 150 ملي متر مربع فلازم الكابل اللي هتستخدمه يبقى اكبر من كابل من 150 عشان يقدر يتحمل هذا الكلام فالمصنعين يريحوا بقى يقول لك ايه طيب خلاص انت عرفتلي الشورت سيركيت كارنت قطر خيرك هتدخل بيه في جداول والجداول دي اقول لك أنا ايه ال Irya المناسبة او عندي Irya معينة وطايم معين اقول لك الشورت سيركيت المناسبة خدت بالك فيبدأ يدي الجداول تساعدك في اختيار ال Irya اللي هي شورت سيركيت بيزدع على الليفل اللي انت حسبت اللي هو بتاع الكارنت فيه ناس تالي هتقول لك لا انا ممكن اديك كيرفات تدخل عليها ها ومن هذه الكيرفات تقدر برضو تحدد اللي ايه ال Irya المناسبة عندك كام وتختار اعلى منها وفيه ناس تالت هتقول لك لا انا رايحة اكتر واكتر ودول الناس بتاع الكود زي ما انتوا عارفين وادي لك empirical formula empirical ايه formula بما اني انا وانتوا عارفين زي ما قلت من حبة ان الزد شورت سيركيت دي هي روفي ال على area وهي هي ال V على I شورت سيركيت اللي سيادتك حسبته فده عندك ودول عندك فتقدر تجيب مين ال area فانا ممكن اديك معادلة كده وقول لك خد يا باشا دي empirical ايه formula حل ال area المناسبة كار بيزد على شورت سيركيت ايه كل حياتنا وانا بتكلم اهو بيزد على مين شورت سيركيت كار تلاتة في Champion واربعين تلاتة فيه kill وحابب تشوف يا ترى ايه اقصى طيار شورت سيركيت يقدر يستحمله ايه اقصى ايه طيار شورت سيركيت يقدر يستحمله دي الطريقة العكسية اللي انت ايه عندك ده اقصى طيار تحسب الحقيقة وانت بتتعامل مع الكبل تقول لي هو طيار شورت سيركيت هيستحمله لمدة ده ايه? لان الكابلة يا جماعة هو يعني هو بيفهم معنى الانرجي. ملوش دعوة بالهاكس بتاع الفولت والطيار بكام. يعني الفولت عالي يتسكيه بيأثر على الانسوليشن. كانت عالي يقال بيأثر على الهيتنج والكلام ده? صح. بس عنصر بالنسبة له مهم. يعني مثلا بالمنطق ده نفس المنطق. طب ما الطيار اللي بيمشي اللي هو بيبقى عشرين كيلو امبير ولا تلاتين كيلو امبير ما بيمشي في الكابل وما بحصلوش حاجة. اه عشان البريكر بتاع في وقت ايه? ولل جدا واحد من عشرة ثانية. لانه بيفهم او بيتعامل بمفهوم الانرجي. اللي هي ببساطة يعني في في ها? مش معنى الكارنت عالي يبقى معنى اللي هو هيبوز. لأ. حسب الوقت اللي ايه? والله لو سبته واحد من عشرة ثانية نصر ثانية مش هيحصل له حاجة. لما لو سبته سنتين هيفرق عادي جدا. ها? هيسيح عادي جدا. ما فاش مشكلة هيحصل له دامج يعني. فهو بيتعامل بمفهوم ايه? لانه باور ايلمنت. ها? مفهوم الايه? الانرجي. فهنا قدر اقول لك ان الكابل بتاعنا لتها في امتين واربعين بيستحمل افرد انت حسبت اقصى على الصبورة اللي احنا عاملينه ده. وطلع معاك تلاتين كيلو امبير. ينفع. مينفعش. تقولي على طول لا يبقى اختار مساحة اكبر اللي التلتمية. فيستحمل ايه? ها? واحده اربعين. ادي طريقة. وهي طريقة موجودة وبنستخدمها في الديزاين. طبعا قد يكون عندك كابلات كبر بس معزولة. وهنا يبان اهمية العزل. فاك لما قلت لك ان العزل كل ما يبقى افضل كل ما لهيه اللي بيطلع يبقى اسرع. فهنا لو تلاحظ الكباست بتاعته ايه? اعلى شوية اربعة وتلاتين لنفس المساحة اللي هي بتين واربعين ميلي. ودي طبعا كابلات الالمونيوم واضح طبعا كابلات الالمونيوم الكباست بتاعتها صغيرة. لو انت فاكر الستين في المية ولا ايه? من من الكبر. وده لو ايه لنفس الكبر. زي ما قلت لك في ناس مصنعين بيدو لك جداول. وتجيب منها للتايم. خلي بالك انا مثبت لان لو حظت هنا كم? كله واحد ثانية. شمعنا واحد ثانية يعني? ها? هجيت في حد رازانة بيها. ها? الاكواد بترازينا بيها. هتقول لك ايه? اعمل بتاعك على كم? على واحد ثانية. حاليا الموضوع ده تحدث بقى نص ثانية. لان ايه بقى اللي البريكر دي تفتح في واحد من عشر. وانت بتعمل بتاعك على كم? على واحد ثانية. خلاص يا بتفتح في واحد من عشر. فما تجيش ايه تقعد تقلف انت وتقول لي لأ واحد ده حلو وكل حاجة. بس هتعرف بعد شو قاله بقى وبصليت وبنعمله على ايه? على نص ثانية الوقت. بس من حقك تعمله طبعا على واحد. معاك فلوس صرف. طيب. في طريقة تانية ممكن احسب منها الكلام ده? قال لك اه. او اطلع منها بالخيمة بتاع الشورت سيركت. اللي يتحمق. خلي بالك من كلامي. الشورت سيركت اللي انت بتجيبه هو الشورت سيركت الذي يتحمله الكابل طبقا لكلام المصنع. ها? لحد يلغبط بينه وبن يقول لك. طيب انا اجيب كده اللي في حقيقة احنا نهزر. ده ده مين? ده اللي بتاع الكابل اللي تبقى لكلام المصنع. بينما اللي بتحسبه ستك هنا. ده طبقا للتركيب اللي انت عامله. ما المصنع مش عارف التعامل ايه? ولا مسادي ما طالع عاملة ازاي وكده ازاي? طيب. فممكن مصنعين تانيين يدو لك كيرف بالمنظر ده. يقول لك والله تدخل على الكيرف وده مش مش لينيار سكيل. تدخل على الكيرف ده. ولو لاحظت الكيرف القفق بتاعه هو بتاع السيركت بريكر. والرأس بتاعه على اليمين هو المساحة بتاع الكابل بتاعتك. وكل كابل منهم له لينيار كيرف او له لاين يمثله. اللي هو اللي ايه? الخطوط المايلة دي. واللي على الشمال ده الشورت سيركت ليبل الذي يتحمله الكابل اذا تعرض ليه. لمدة محددة. فاحنا مسلا عندنا تلاتة في امتين واربعين يعني امتين واربعين. فادخل على اللايم بتاع المتين واربعين اللي هو عامله احمر ده شايفينو? اهو هدخل عليه. طب الوقت ادعه باشا. الوقت بتاعك ثانية. فادخل على الثانية وتقطع معاه وجبت الرقم العشمال ده طلع حوالي تمانية وعشرين تسعة وعشرين كيلو امبير. حاج جدا. شابه اول رقم اللي احنا ايه? شوفناه من شوية لو سبعة وثمانية 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 من عشرة. شابه جدا يعني. اتوقف عليك انت وانت بتطلع الرقم يعني. ايه الكلام ده? يقول لك ده الكابل التلاتة في امتين واربعين يقدر يشيل طيار. تمانية وعشرين كيلو امبير لمدة ثانية. انزل بقى نزله الموقع بتاعك. وفي الاسكيماتيك بتاعك واعمل وشوف الطيار اللي هيشيله في الحقيقة. والله يطلع عال من تمانية وعشرين يبقى انت تمام ما عندكش مشكلة. طب طلع اعلى من كده? يبقى انت عندك مشكلة ومحتاج بتاعك بمساحة الايه? الكابل. لو اعليت بمساحة الكابل لنفس الخط اللي هو بتاع الواحد الثانية اهو. التلتمية بص كده. تلتمية فوقية اهو شايف? اطلع به كده هتخبط عند كم? عند حاجة واربعين كيلو? امبير. جميل. ما فيش بقى طريقة امبيركال عشان احنا عايزين ننجز? اه في. وخلي بقى لك ان الجداول اللي فوق دهيت. ها? لو جربت استخدم الطريقة الامبيركال دي هتطلع على ارقام مريبة. يعني لو جبت الشورت سيركت اللي هو قالك عليه من شوية للتمانية وعشرين اه? وضربته في تسع جازر دي لكابلات النحاس تقريبا هنطلع المساح اللي هو ايه? ايه لها? فانا ممكن بطريقة اخرى بما ان انا راجل اختارت مساحة كابل. وكان عندي حاجة. ده انا بدأت بزي ما عنديش الراجل بيقول لي انا عندي حمل كزا. وابعده كزا عن المحول. خد اعمل لي اللوح. وعمل لي الكابلات. الان كامرز مش عارب ايه. فانا ما عنديش حاجة. فانا اختارت المساحة او الريدي. يعني اللي مطلع على المتين واربعين دي. صح? فبدل ما اجيب الاي شورت سيركت الحقيقي واقرنه بالممكن اقرن ايريا بايريا. اقول لك انا عندي مساحة كابل كام? متين واربعين. كام? متين واربعين. طب تبقى للطيارات الشورت سيركت كباسة بتاع الكابل. ممكن احسيب له الايريا المناسبة? اه طبعا. من لين? من المعادلة دي. وجاي منين المعادلة دي? من الاجزاكت يا باشا. رو ايه اللي على ايريا بيساوي فيه على ايه? على اي. واخد بلج? فقدر اجيب معادلة هنا لل ايه? اهي. تسعة جازر تي مضروف في اي شورت سيركت. ده الكابل. وللي الالمونيوم ها? اربعتاشرة واثنين من عشرة جازر تي مضروفة في مين? في الاي شورت سيركت. يبقى دي الايريا بتاع الكابل ودي الايريا بتاع ايه? بتاع الالمونيوم لو عايز تحسبها. طب عشان تحسبها لازم تعرف مين بقى? اللي هو اي شورت سيركت بكام? اخد بالك? فلازم تنزل بقى في الرسمة بتاعتك اللطيفة دي او الشبكة بتاعتك وتطلع باللي ايه? بالاي شورت سيركت. وتعوض في هذه المعادلة عشان تدي لك ايه? المينموم ايريا التي تتحمل هذا الطيارة. وتقارن هذه المينموم ايريا اللي هنسميها بالايريا بتاع الكابل اللي سيتك ايه? اختارته وتوافقت عليه في مرحلة الكارين كبستة. سيرك انت اخترتها امتين واربعين? تمام. اوحس بقى طياراتك الحقيقة واعوض هنا. طلعت لك دي تلتمية. ينفع? ينفعش. طلعت لك دي متين ينفع? اه ينفع. شفت ازاي? جميل. السؤال بقى اللي هنسأله النفسينا الوقت. واحنا بنحسب طيارات الشورت سيركيت. وانا عارف انتو خدتوا في الباور سيستم. شورت سيركيت انالزز. صح? صح ولا لأ? وتعرفوا شاطرين او في حسابات الايه? الشورت سيركيت. يعني تقدر وهتقول لي هي مش صعبة. مش كيمية يعني. ما انت عندك زد وعندك فيه. وحسب ما كان الشورت سيركيت فين? هعرف احسب الزد بتاعته. واقول لك فيه على ايه? على زد. يعني لو انا شغال على حاجة زي دي. قلت لك الشورت سيركيت على الحداشر كيلو فوق. هتقول لي والله يبقى المصدر قد يكون له مصدر وهو كده سابستيشن. او رينج من سابستيشن. المصدر سيفنن قال لك كده. قال لك انا ممكن اشيني السورس وهحطه مكانه ايه? امبيدنس وفولت. ادي الامبيدنس ودي الفولت. الفولت مش هنعمله كده بقى زي العالي الصغيرة عشان احنا كبرنا فهنعمله كده اهو. انت فاهم اللي ده الايه? الفولت. خلاص ودي الامبيدنس. وانت قلت له ان الشورت سيركيت حصل على البصر بتاع الانكمر بتاع الترانسفورمر اهو. خلاص. فاصبح عندك زد شورت سيركيت يمين. هي نفسها. وبالتالي تقدر تقول في على حسب اللي انت عنده احداشر كيلو ولا تاني على ايه زد. طب واحد يقول لي لا ده حصلت عند بتاع الترانسفورمر. الكابلات اللي خارجة من اللي ايه? من الترانسفورمر. خلاص يبقى الترانسفورمر هيدخل معايا في اللعبة. يعني ادي السورس. ودي ايه? يعني ده يبقى عامل كده. يبقى ده اكس اس وده ايه? ام? بتاع الترانسفورمر والشرط سيركيت. فاصبح زد شورت سيركيت بقى ايه اكس اس بلاس اكس ترانسفورمر. اه? واضح كل لما انت عملت ابعد كل لما لقى الزد عمله ايه? تكبر. وده طبيعي. عشان كده قلت لك لما بنقرب الشورت سيركيت ليبل بيعلى. ولما بنبعد بيقل عشان الزد عمله تتغير. وهي اهم حاجة تحسبها صح اللي هي الزد شورت سيركيت. لكن هفجأك واقول لك برضو بنفس ذات المنطق. بما انت شغلت الكاريين كابستي ودروب ومش عارف ايه بطرق اجزاكت. لازم يكون فيه طرق قصادة ايه? لازيزة بتاعت الدستربيوشن اه? طرق تبقى ايه? ابروكسمت. كويس. ادي المسألة اللي كنا بنقوله. شوف تحولت كل اللي قدامك ليه? ليه? قد تكون اكس. قد تكون ار بلاس جي اكس. اخلي بالك. احنا هنا اهملنا مين? اهملنا الارات. هو ده مش حقيقي اللي انت تعمل الارات. يعني بعد شوية لما نقض المسألة هنقول يعني. هنقول اللي في ار وفي اكس. اخد بالك. خصوهم في الدستربيوشن. مبنعملش الار بزادة على الكابل مسلا. ما نفعش نعملها. لان انت عارف اللي هي كبيرة اصلا. اللي ما ممكن فوق في الميديم والاين ايه من الارات طبعا. ونشتغل كله ايه? اكس بس اكس ال او اكس سي. طيب ايما حولنا كل الكلام ده ليكويفلنت امبيدنس واكوردنج ليه المكان بتاع الشورت سيركت. هعطيك دراسيات تحسب الايه? الزت شورت سيركت بتاعتك بكام. ركك حسدت الزت شورت سيركت تقدر تجيب الاي لان الاي هو فيه على زد او من هنا الاي هو فيه على زد. وهنا بديك امثلة بقولك لو العطل عند المحول لو العطل بعد المحول لو العطل مش عارف ايه وهنقض ايه نعيش مع الاخ ده شوية او لو العطل عند التخزيه الرأسية لو العطل عند المحول وهكذا. طيب. بما انك هتشغل يعني 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 عايز تجيب بتاع كل او او شكل ايجزاكت. طالما هتعمل هزي الحركة لازم تتبع هزي الخطوات اللي انا اقولها. واحدة واحدة كده. انت محتاج تحسب بتاعمين? بتاع التخزيه بتاعتك. اللي هو بالنسبة لك انت مش شايفه. التخزيه ده من او انت مش شايفه قدام عينك. بس انا نقدر نحسبه? اه نقدر نحسبه. ازاي نحسب بتاعته? بالقانون بتاعنا اللذيز اللي هو فيه على اي برضو صح? فيه على اي. او اقول لك فيسكو ايه على? على الاس. بس تكيري يا بطل. تكير يا بطل من الحتة دي. انه خد بالك ان لحظات الشورت سيركت لما تحصل الطيار اللي ماشي ده هيبقى اي ايه? هم? شورت سيركت هيبقى مين? مترد? اي ايه? شورت سيركت. يعني ممكن اقول لك الميجا فولت امبير الاس يعني. الاس. هتبقى الاس العادية والاس شورت سيركت اللي هي الجزر تلاتة في في الاس شورت سيركت اهو? ماخد بالك? دي اللي معاك فعلا. ودي المعظم الاكواد بتقول هالك. تقول لك مسلا التوزيع انت 11 كيلو خدها بخمسمائة ميجا فولت امبير. ده مين? دي الباور اللي خارجة من السوبستيشن لحظات الشورت سيركت اللي عندك. اللي هي بلمحور. فدي بتبقى عادة عندنا. يعني دي بتبقى غالبا معانا يعني. طب يعني انت عايز تحسب ايه? عايز تحسب الاكسل هي الفي على الاي او في سكوير على اس بس تكير اللي دي اس مين? شورت سيركت وليس اس اللي ايه? العادية. وبالتالي يبقى الاكس لحظات الشورت سيركت بتبقى كيلو بولت سكوير على الميجا فولت امبير. ولو عقدت بيها زي ما قدامك كده هطلع لك بوحدة اللي ايه? الاوم. تطلع لك بوحدة الاوم. ونسأل سؤال. يعني عايز تقولي ان الميجا فولت امبير شورت سيركت هي الكيلو بولت سكوير على ايكس صح? صح او لا? اه صح. الاكس اللي قدامك دي صغيرة ولا كبيرة? تتوقع يعني. صغيرة ولا كبيرة? صغيرة جدا. ليه? لانها بتديلك عن بتاع السورس في اللي يديك شورت سيركت لبل قد ايه? يعني هيديك باور قد ايه لحظة شورت سيركت? يعني السابتك لما بتعمل شورت سيركت عند المولد انت بتاخد ميجا بولت امبير شورت سيركت عالي جدا. جدا. ليه? لانه مش غيره. لما لو بقت عنه شوية بتاخد ايه? اقل شوية. فالاكس بتديك عن برضو الشورت سيركت ليبل هيبقى عامل ازاي? فعلا لما بنقرب ناحية السابستيشن الشورت سيركت ليبل ايه? بيعلى. او نقول الكابابيريت بتاعتها اللي هي تديك. وده اقرب للمنطق لانك بتقرب ناحية المولد اصلا. فالاكس اس دي بتبقى عادة ايه? سوى النانو. اخد مالك. بس ده بتحسيبها بالمنزر ده. واينا هتلاقي بقى ارقام يقول لك اللي احنا بناخدها خمسمية ميجا بولت امبير للحداشر كيلو فولت. وده جدول بيدي وعلى فكرة كود المصري برضو بيشتغل به. يقول لك والله لو حابب تعرف الاكس والار على جهد طبعا الاي اي سي خلي بالك بيشتغل ما بيشتغلش على جهد الحداشر. بيشتغل على جهد كام? اتنشر وستة. التوزيع بتاعه. احنا شغالين على جهد كام? حداشر. فلما بص للقام اللي قدامك دي. ها? هتبص لها الخمسمية قصادة كام بوينت تلاتة. دي يجد حسابها انت مع نفسك تلقى اللي من كده شوية. نظرا للجهد بتاعنا غير الجهد ايه? بتاعهم لكن الكود المصري شغال برضو بيه? بيه بالجدول ده. فممكن الاكوات ترياحك وتقول لك والله انت خد الاكس بتاعته ايه. بتاعش تتفكر. خد الاكس وحطها زمها ايه. تمام? عندي جهد كام حداشر خدها وحطها. اللهم ايه اللا لو معاك انت اللي ايه قوت بتاعتك? ومعاك الاسكماتيك بتاع المشروع وعارف كل حاجة فيه ومدخله على القتاب خلاص انسى الايه? انسى الكلام ده فانت عارف الحقيقة فيها ايه? كويس? نفس المنطق للترانسفورمر. عايزين نعرف الاكس اجابها منين دي? من الاشياء اللطيفة اللي هو بيدالك على ايه? يعني مش محتاج تقعد ايه? تقعد بقى في سكوير ويست. توقع تجيبها كده بس هو بيدالك على الايه? ويقول لك والله بتاعت الترانسفورمر ده? كزا. وانا وانتوا عارفين ان الترانسفورمر دايريته عاملة كده. في صايد اللي هو او او انا ما بحبش اسمي سيء بلي احنا شغالين فيبقى ده الميديم اللي هو الحداشر كيلو. انت عارف اللي الملف اللي هناك لي ار ولي ايل واده بتاع الكور واده الار والال بتاع مين? بتاع اللي بتاع اللي بتاع السلمون اللي اربعة من عشر. فلو اهملنا اصلا واهملنا بتاع الترانسفورمر ده هيت? هتبص تلاقي المحول الى تحول الى اكس. وهي دي اللي بنحطها لك على الايه? وطبعا شوفنا اللي احنا بنستفيد مينها المرة اللي فاتت في الدروب. ناخدها نضربها في الريتج جبت اللي ايه? الدروب على طول. هنا برضا هنستفيد مينها اللي احنا هنعرف القيمة بكام? وتكير من النقطة دي. انه الاكس ده هيت. احنا هتلاقي بتوع التوزيع دايما يقولك بطيبها بحدود اربعة خمسة في المية ستة في المية بتزيش عن كده. اخد بالك حتى يقولك من المحاولات من واحد لعشرة ميجا. انا بنتكلم في اربعة خمسة في المية. فاحنا بناخدها خمسة في المية لو مش موجودة. يعني لو انت مش عارفها بس طبعا الكلام ده مستحيل انت بتبقى عارف بتاع الايه? انا بتكلم لو مسألة ولا حد. يوم خلص جبتها بس تخد بالك وانت بتحل انت ممكن تستخدم حاجة اسمها الاكس اوم ها? مش انا من شوية جبت الاكس اس اوم. فلا اجمع عليها. مفهش اجمع عليها بريونت. تجمع عليها مين? فخلي بالك من حيات انت تروح تجيبي البيز وتضرب فيها والكلام ده. طيب. الاي اي سي لما بيجي يحسب الزد بتاع الترانسفورمر ممكن يحسبها بالنفس القانونة او بيسكور على ايه? زي على ايه? او ياخد البريونت على عبطوله يحسب. لكن في الكابلات بقى يجي يقولك ايه? اه الحتة دي بالمناسبة بتاع الترانسفورمر اه لو انت جبت الزد بتاع الترانسفورمر احنا المعتبرها ايه الاكس ها? عشان ساعات الاي سي يقولك لا ده دي مش الاكس ده دي مين? الزد خلي بالك. فشفت الرزالة بقى تاخد الزد وتروح بالبي كابر دي بي كابر لوصص بيبادها لك في الترانسفورمر. تجيب الار بداع الترانسفورمر اه? وتطرح الار من زد سكوير عشان تجيب الايه الاكس? الكلام ده حلو وكل حاجة بس احنا اللي بنطبقه بالحقيقة ايه? اه بس دي اجزاكت قوي يعني. بس احنا اللي بنطبقه بالحقيقة اكس مش اه يعني الحتة دي المفروض لما تقول الايه الاكس هي في سكوير على اس اه? دي مش الاكس دي مين? الزد ده على اعتبار اللي فيه ار وايه? ايه? احنا ما امناش الار. الار موجودة. طب الار دي يتمثل ايه بالنسبة لنا? صح? ودي بتبقى جيبنا عنين بليت يقول لك عندي الفول لود الكابا لوسس بكزه. فتقدر تجيبها. يعني البي كابر انت عارفه. وعارف الراجل ده اللي هو زد. فتقدر من الاتنين دول تقولي في الار. فعندك ار وعندك زد. تقدر تجيب مين? الاكس. هتطلع قريبة جدا من الزد. يعني الار بتبقى صغيرة جدا فاحنا بنعملها. ده السلايد ده وده ايه همية بقى? طيب. انا ممكن بقى اي اي سي اريحك. ودي الجدول. بتوش يحسي وتقعد الماكة باشا. انا ادي الجدول للاس بتاعتك بكم? واخد ملك. وانت تقدر منها تجيب الار وتجيب الايه? الاكس مش بس وتجيب الزد شرط سيركت. اللي هي النسبة دي شايفة? او الاكس بليونت اللي بتتكتب على المحول اللي هتشتغل بقى بحسابات الايه? الشورت سيركت. تبقى اللي مين? تبقى بتاع ترانسفورة. لو انت ملاحظ اخير ده اتنين ميجا ما مزدش عن ستة في المية. انا بناخد بتكلم في من اربعة ستة في المية والافرج بتاع كم? بنقول خمسة وبناخدها بخمسة. اللهم يلا لو معاك وده الواقع. اللي اتا معاك الايه? او معاك بتاع الترانسفورمر. فانت مش محتاج تقع التألف يعني. انت بتاخد الرقم ده من على بتاع الترانسفورة او من بتاع ينقصنا مين? اه ايه ده معلش عشان اقوله? ده الكود المصري اه? يدي لك جدول زي ده كده بالضبط. لو لاحظت هو ناقش منه اه? ناقش من اللي فوق. بس طبعا هنا على جود الكام? الحداشر. فجود الحداشر قد يختلف بعض الاختلافات ده. بس كبير سنتج ما بيختلفش زي ما انت شايف اربعة في المية خمسة في المية برضه. ينقصنا مين بقى عشان نخلص الكابل. ده الايه لمنت اللي فاضح? واحنا عارفين الكابل عبارة عن ار و اكس. برضو يجيوا الاي اي سي ممكن يريحك. يقولك ايه? انت عايز تخلص? ماشي. الكابلات اللي اقل من خمسين ميلي. اه دي ال ار بتاعتها ايه اللي تبقى كبيرة على فكرة? وال اكس ايه? صغيرة جدا فممكن نعمل ال اكس بالنسبة لها. وتعتبر لو كل ار او كله حتى زد مش فرق معايا. وتاخدها بتمانية المية ميلي اوم لكل ايه? متر. وتاخد طول الكابل اللي عندك وتضرب فيه بقى انت جدت الزد. من غير اي وجه دماغ وحسبات. بس لو مساح تكلم من ايه? من خمسين ميلي. لو اكتر من كده لا يا باشا. احسب. طب احسب ازاي? احنا قلنا للتوزيع دايما. كابلاتنا. رو ال على اريا بلاس جي اكس. دي عادة الترم بتاع المجرى او ال اكس بنعمله وعندنا ايه? رو ال على اريا. فلو انت عارف الرو بتاع الكبر وعارف الرو بتاع الاليمونيوم وعارف طول الكابل وعارف مساحته دقل وتحسب مين? بتحسب الار اكزاكت بتاع الايه? بتاع الكابل بتاعك. انا هفجأك وقولك انت في الجداول لو انت مركز وملاحز جداول الكابلات. هو اصلا بيديك الار وبيديك مين? لكل متر. فانت في الحقيقة مش هتحتاج اللي انت تحسابها. انا ممكن اخليك تحسابها هنا في مسألة حسابية. لما في الجداول برا انت عندك الار وعندك الايه? هتاخدهم يا حبيبي وتوقع عملي في الايه? في الايه تاب وتبدأ تحسب الشرط سيركت بتاعك. فيها مشكلة? طيب. يا تبقى حاجتين عشان بخلصنا. ساعد بيبعندك سيركت بريكر وعندك بص بار وده طبيعي. ايه ده? حتى دول اه بص جدا. لما بيحصل شرط سيركت عندك? ومر فيه مثلا وكابل وسيركت بريكر وانت عارف اللي لوحة المحول دي خارج منها مجموعة يعني وكل واحد خارج على بتحميه يعني اهو. فساعد حدوث شورت سيركت. كل ده مقفول يعني كل اللي الحاجات دي مقفلة والخدمة شغالة. وهيمشي من السابلاي ليه? شورت سيركت. فهيمر على من ضمن الحاجات. هيمر على السيركت بريكرز اللي مقفولة. وهيمر على البص بار ده. بص بار ده في الحياة بيبقى كده. بيبقى بارة كده نحاس. وعملة كده. بتمثل فيزة. وفي بارة تانية نحاس. بتمثل فيزة. وفي بارة تالتة نحاس. وتمثل فيزة. وانت مخرم فيها ومعدي فيها الكابلات ورابط عليها وعمل كونتت. فدي نفسها ليه برضو. ما هو ماشي فيها طيار. وليه اطول وليه وكل حاجة. فايبقى ليه ايه? المفاجأ اللي برضو ليه ايه? ها? بس قيمتها صغيرة قوي. قيمتها ايه? صغيرة. يعني هاجه اقول لك. شورت سيركت حصل هنا كان ب27 كيلو امبير. مثلا. تفتكن لما يحصل هنا. اللي هو بعد البريكرات وبعد الباس بار هيبقى بكام? انا بقول لك هيبقى 23 او 24 كيلو امبير. نتيجة ايه? لان نفسها بتاع البريكر صغيرة. بعد يقول لها البريكر رخر لها حتى انت مش عارف ايه لك اهو. اه ما قفل. اي كونتك تبيقفل يبقى ليه? يبقى ليه ار. هي صحيح ان بنقول عليها بزيرو بس هي موجودة. وخلي بالك ان في البريكر لما بنعمله تيستنج. انا عايز المحاضرة الجاية. اه 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 من ضمن الحاجات الاولى السيركت بريكر تيستنج بنعمله ازاي. عشان ده مهمة اول. لما بنقفل كده بيبقى ليه صح? وهو ماشي فيه طيار العادي اللي هو خلينا بقولك كده بريكر ميت امبير. فالطيار النورمال بتاعه ميت امبير. صح? صح. وانا بقول لك حط الار كونتك بتاعه بواحد من عشرة اوم. وده رقم تافي جدا عندنا في البقر. رقم صوير. ايه واحد من عشرة اوم كم فاضي? اه بس لما ديه بتقول هتلاقي عشرة تلاف واحد من عشرة. يا ناري سويد ده كم ده? ده الف واط. يعني سري بولز سري فيز. انت عندك كاتل جوه البريكر كده. كاتل تاتا كيلو اه. انت بتغليم مية? ده مفيش ثواني وهو بتلاقي البريكر هنلا تدع منك. صح على بعضه. شو معنى? السبخ وميته الجام. اللي هو رقم بتحس اللي هو عادي يعني. اه حشل كده البريكر الار كونتكت بتاعها? بيبقى صغير جدا. لما تروح لحقيقة يعني غات مية وستين امبير او ميتين امبير تلاقيه ببوينت تلاتة ميلي اوم. بيقول لك كده. في في بتاعها. في المانيول يقول لك دي تلاتة ميلي اوم لكل بول. وخلي بالك. السماحية اللي معاك خمسين في المية. يعني انت بتقيس لو طلعت بوينت تلاتة ميلي اوم بلس او مينوس خمسين في المية منها. يعني بوينت اربعة خمسة وبوينتها يبقى تمام. طب لو طلعت معاك نص ميلي اوم. لا. هرفض. هرفض البريكر كلها. عشان خاضر دي. اش معنى? لان انا ونزلتها في الواقع. وهي خمسة ميلي ولا عشرة ميلي اوم ومشي فيها طيارات. طول الوقت اربعة وشين ساعة في اربعة وشين ساعة هتعمل لك. وهتسخل لك جوه. وجوه ما فيش تهوية باش? جوه انت مقفل. عشان ما فيش ما تدخل لك من بره ولا حال. فتلاقي البريكر بعد شوية ايه? لدع منك. لدع يعني ايه? يعني يمسك في الايه? ساح علي. سايح توم. فححصل ما يسمى ببريكر فيلير. تيجي يحصل شورت سيركت وتوم ما تقومش. ما تفتاحش. بتعملش ترب. فالباكة بيبدأ يلحقها بقى. اخد بالك ايه ما عملش تربعة كزا. ده بيحصل في الايه? في السيستم بتاعي. انا قلت بقول كل حاجات دي ايه? ها. عشان اقول لك اللي هي في الاخر لها ايه? اكس. بس طبعا تقول لك خدها بوينت واحد خمسة ميلي اوم. وده كويس عليها ايه. ده حل ممكن. بوينت واحد خمسة ايه? ميلي اوم. وكزلك البصبر يقول لك اخده بوينت واحد خمسة ميلي اوم لكل متر خلي بالك ان البصبر ده ممكن يبقى كبير. ما يبقىش ايه? صغير. فلو كبر مساحته هتتغير فالريزستنس ايه? تتغير فبيدقى لك في المتر وانت عارف هو كان متر عندك. تقدر تقول تجيب طوله او عرضه تضربه في ايه? في الرقم ده. فيها مشكلة? صعبة? يلا ناخد مثال. انا عمالين نهر بقى في حاجات كده عايزين ايه? نشوف مثال بقى حاجة واقعية يعني. ادي مثال اهو. ده محاول توزيع واحد ميجا. ويواخد من ميديم بولتو ج نتورك من الصبستيشن يعني. وبيغزي. خلي بالك اللوحة الاولى دي بالنسبة لي. لو انت شفتها على الشكل اللي على الشمال. دي جوه غرفة المحاول. دي لوحة مين? اللوحة دي. دي لوحة ايه يا شباب? لوحة المحاول. فجوه الغرفة اللي انا عاملها داش ده. وبعدين بيسلم لدي بي وان. هسميتها كده. والدي بي وان دي بتسلم لايه? لدي بي تو. سميها زي ما تسميها مش فرق معي. وجينا بقى نسأل نفسينا سؤال ماذا لو حصل شورت شورت سيركت في كل الاماكن الممكنة يعني. يعني قبل المحول بعد المحول. اه بعد لوحة المحول قبل لوحة المحول وهكزا. عايزين نعرف مع كل شورت سيركت هيحصل? هنحسبه ازاي? بالطريقة اللي ايه? اللي هي محاولين كل ايه اللي منت من اللي عندنا? فانا افترضت اللي انا عندي شورت سيركت خارج المحول كده. سميته ايه شورت سيركت وان. وده بيبقى عنيف جدا. وافترضت اللي فيه شورت سيركت في النهاية دي. واحد يقول له لا. يعني البداية غير النهاية. اقول لك اه لان البداية دي فيه كبل. ليه طول? قد يكون طوله على فكرة جوه المحول ما يزيدش عن ثلاثة اربعة متر. عشان تبقى عارف جوه ايه? الغرفة بتاع المحول ما زيدش عن ثلاثة اربعة متر او ممكن تبقى اتنين متر مسلا. وافترضت اللي فيه شورت سيركت على اللوحة بتاعته من برة قبلها وبعدها على يعني واللوحة اللي بعدها نفس الحكاية افترضت اللي خارج منها عند شورت سيركت واللوحة اللي بعدها عند شورت سيركت واجز. وكل المعلومات الحقيقية موجودة على اليمين قدامك هاي. يعني بتاعته بكزا والكابل بتاعته بكزا والكابل مساحته ايه? ومش عارف طوله ايه? والمين بريكر والباس بار ومش عارف ايه كل الكلام. اوه على اليمين. طب يلا ناخد يعني واحد فيهم كده وندي على المساعد. اول واحد اللي هو اللي هو عند خارج المحول. عند خارج الايه? المحول. كده لو انت عند خارج المحول فاللي داخل معاك بيصاف لاي شورت سيركت من الشبكة بتاعتك والمحول ذاته. فيبقى تجيب الار والاكس بتاعته الشبكة وتجيب الار والاكس بتاعته ايه? بتاعته المحول. ار والاكس بتاعته الشبكة دي في الجداول. انا جايبها من الجدول بتاع الاي سي. انا مش حاسبها. واخد بالك. فالاي سي يقول لك خمسمائة ميجا فولت امبير للفولت الفلاني هتلاقي الار والاكس بتاعتك كزا. خدهم زي ما هم. عندنا الارقام دي قد تكون متغيرة شوية عشان احنا شغالين على جود الحداشر مش الاتناشر. وكزلك للمحول. يعني رقم التمانية ده انا جايبه من الايه? من المعلومات اللي مقودة والرقم اللي جانبه ده انا جايبه ورده ابو عادي يقول لك انت جيبته منين? اقول لك ما الاي سي لو فاكر كان بيديه الجدول برضو. الار والاكس بتاع المحول تبقى اللي ايه? للريتنج بتاعه. فممكن ادخل على ايه واجيب منه? الكلام ده. اللي انا بقول لك في الحقيقة اللي هنعمله? اللي هنعمله هنستخدم اللي ايه? اللي عندنا بتاع الايه? بتاع الترانسفورما اللي هي متقربة جدا مع الاكس اللي هنه. ولو لاحظتها تلاقي الار صغيرة والاكس كبيرة طبعا بتبقى اصغر من كده كمان في الحقيقة. يعني قادر اقول لك ان الار توتل عندك اهو دي الار توتل صح? صح او لا? صح. وفين الاكس توتل اهي? يعني كاي انك بتقول لي على الصبورة وعشة الناس اللي مش مركزة? انه فيه ار واكس اسمة ار اس واكس اس. وفي ار واكس اسمها ار ترانسفورمر واكس اه? ترانسفورمر. طبعا ما حبكها شوية يقولك ايه? يعني ذد دا هتساوي الار اس بلاس جي يقول لي جي مش حاضر اعمي. جي في اكس ايه? اس بلاس ار ترانسفورمر بلاس جي في اكس ايه? ها? ترانسفورمر. يعني بتساوي الريال مع الريال. يبقى ار اس بلاس. ال ار ترانسفورمر بلاس جي. اكس از زائد ال اكس ايه ها? ترانسفورمر. يعني اخد ده ومربعه واخد ده وايه? ومربعه وحطه ضاحت الجزل عشان اجيب? زد. اهو ده اللي عمله. اخد ال ار توتل وخد ال اكس توتل. ربع ده. ربع ده. جبت مين? الزد. جبت الزد. روح اقسم على. قلت قول بقى ال في على ايه? على الزد اللي شغال عندها? الاربعة من عشرة كيلو خلي بالك. اهو? الاربعة من عشرة كيلو اهو هنا عشان المسال كان ربعه وعشرين فولت اه? الا ما لو احنا برضو في مصر هيبقى اربعة من عشرة كيلو. فقسمنا جبنا الطيار. الطيار طلع كان معك? سبعة وعشرين وسبعة من عشرة كيلو امبر. شايف الرقم عامل ازاي? ده فينا يا شباب? ها? خرج بعد المحاول مباشرة. يعني على اول نقطة في الاوت جونج كابل اللي خرجها من المحاول. اللي هو المتين واربعين الكابل امتنون. بنفس ذات المنطق. هروح احسب الشرط سركة اللي هو اتنين. اللي هو في نهاية الكابل. ليه? ليه بقول لك كده? لانه قال لك اللي الكابل طوله كم بص? كم ده? خمسة متر. طوله? خمسة متر. انا بتكلم في الحقيقة. خمسة متر ده كبير. ده هنا مثال. بس قد يكون هذا المحاول ليس وحده في غرفة المحاولات. هساعتها ممكن غرفة المحاولات تبقى كبيرة فعلا. تبقى مسلا ايه? خمسة في ستة ولا حاجة. لو فيه مسلا خمسة ستة محاولات. المحاولة عادة بيبقى من اتنين لتهاتة متر. ايه اتنين في اتنين ولا حاجة كفاء عليه. ده المحاول الواحد. وبص على محاول الشارع الكابلنة بتاعته. عش الرقم ده. تبقى مترين في متر وشوية. اخد بالك. بس ده قد يكون محاول جنبه ومحاولات تانية عشان بس ايه من الناس ما ما تقولش الرقم ده جايبني. طيب. حصل بقى في نهاية الكابل يعني على بعد خمسة متر من المحاول. ايه اللي هيحصل? يبقى هدخل مين بقى معايا? ها? هدخل الكابل يا باشر. مع اوه? بص جده. اول ما ده يحصل هتلاقي الركتانجلر ده كبير شوية. فالارتوتل تبدأ ايه? تكبر. تكبر. فتحسب اللي ايه كان بقى المرة دي? ستة وعشرين وحبة. بس ايه اللي نخليه قرايب قوم السبعة وعشرين اللي طول الكابل ايه? صغير مش كبير. فستة وعشرين كيلو امبير. طب لو انت بتعمل للكابل. ها? تجيب الايه على السبعة وعشرين ولا السبعة وعشرين? السبعة وعشرين طبعا. اللي هو اللي بتعرض ليه. تبقى لك? اللي هو في البداية دايب. بنفس ذات المنطقة هروح اعمل هنا. بعد البريكارات وبعد البسبار. يعني مين اللي هيدخل معك? البريكارات واه? البريكار احنا عارفين واحد بنت واحد خمسة مليوم. هو هنا بيهمل ار بتاعته في التوزيع. بنت واحد خمسة ايه? مليوم. واحنا عارفين البسبار بنت واحد اه خمسة في طول البسبار صح? او عرضه يعني. فالعرض هنا بتاعه كم? عشرة متر فهي بقى بين طول خمسة هي بقى واحد ونص ملي. يعني دول اللي اتنين دول هما اللي هنضافه. اهو. لما يحصل على خارج لوحة المحول. على مين? خارج لوحة المحول. يلاقوا بتاعت المحول. من لوحته اهو? ايه ده اللي هيحصل? هتاخد ما في اعتبارك البريكار ويه? البسبار اللي هنا. فتلاقي الايشور السيركيت قل شوي. اتنين وعشرين ونص. اتنين وعشرين ايه? ونص كيلو هنبير. ماذا لو حصل بقى? طب واقع هسأل سؤال. الشرط السيركيت اللي هو على الاوت جونج فيدر ده? مش ده في بداية الكابل ده شباب? الكابل ده هو بيقول لي انا معرفش هو كان ايلي في المسألة اللي هو خمسة واتسعين ميلة. كابل خمسة واتسعين. في بدايته يعني ده. وفيه واحد تاني احسبه في نهاية الوقت. اللي احسبه الوقت. برضو انت بتعمل تعمل تعمل في نهاية الكابل. هدخل معي الكابل ده. هو قال لي خمسة واتسعين ميلي وطوله كام? ميت متر. اروح احسب المقاومة بداعته والاكس. حسبتهم اجمع الار توتل واكس توتل جبت الشرط السيركيت يجيط طلع كان بقى سبعة ونص كيلو. واضح طبعا فروق الطولة هي بتعمل ايه? كلما الماسافة تبعت كلما تلاقي اللي ايه? الليفل بدأ يقل. بنفس ازلات المنطق. هعمل شرط السيركيت على اللوحة اللي بعدها او نهاية الكابل ده اللي هو طول اربعين ميلي الكابل العشرة ميلي متر كبر. واحسب الار بتاعته والاكس بتاعته وجبت ايه? شرط سيركيت طلع كام? تلاتة واتنين من عشرة كيلو. وهل املك كل حاجة هنا. كده احنا عملنا ما يسمى بشورت سيركيت بطريقة اجزاكت. بطريقة ايه? اجزاكت. وجبت كل شورت سيركيت اهو عندي. حددت الاماكن بتاعته وجبت كل البصر شورت سيركيت? وابدأ اسألك بقى. لو انا بتكلم على الكابل المتين واربعين اللي هو خارج المحول. في عنده ايه شورت سيركيت وان واتو. وان واتو اللي هي سبعة وعشرين كيلو ستة وعشرين. ديزاين على سبعة وعشرين. صح? صح. نفس الكلام تحت. شورت سيركيت تلاتة اربعة. ديزاين على تلاتة. نفس الكلام تحت اربعة خمسة ديزاين على اربعة. لكل ايه? لكل كابل. تكير من النقطة. طبعا هتكلم فيها المرة الجاية. ان الشورت سيركيت اللي انت حاسبه مش بس بتحسبه عشان خاطر الكابلات. لا. وعشان مين كمان? يا راحش. انتبكر سيركيت بريكر راح اقول لك دي بمية امبير وانزل? احنا نهزر. لازم تحدد لها ايه? الشورت سيركيت بتاعتها. وبيلدولها كاتيجوري. ايه بي سي دي اف ها? اكوردنج بتاع التوزيع بتبقى سي. اللي هو الكابلس بتاعتها مش عاركة خمسة كيلو ولا كام? او لا عشرين كيلو. عشرين كيلو امبير. اه فهديكة تلاقي ايه? انت الارقام دي كمان هتفيدك عشان تحسب الشورت سيركيت لان انت عندك في مين سيركيت بريكر شاف البريكر دي? والبريكر دي ايه الفرق بينهم? يعني ساعة حدوث شورت سيركيت ايه الفرق بينهم? هتقولي الفرق بسيط اوي اللي هو بتاع البريكرات والباس بار صح? بس فيه فرق. وعادة دول بيبريهم نفس الشورت سيركليب عادة. بس فيه فرق. لما حسبناها من شوية كانت سبعة وعشرين ولا ستة وعشرين واللي تحتها كانت اتنين وعشرين. خدت بالك? فدي تروح تجيب لها اتنين وثلاثين كيلو امبير ودي تروح تجيب لها خمسة وعشرين كيلو امبير. خدت بالك? فحسبات الشورت سيركيت هتفيدك بعد شوية كمان في ايه? في اختيارك ليه? طيب. بس ده على الكلام اللي احنا قلناه انا هعمل كده بقى. هقول ايه? قد الكابل التلاتة في امتين واربعين واسوأ طيار اللي هو شورت سيركيت وان اللي هو سبعة وعشرين كيلو. واروح على المعادلة الفورميلة البسيطة بتاعتنا. طلعت تسعة. حط ده بواحد عشان الستاندرد بتطريدها بواحد. اللي هو تريب تايم. وبعدين حط ده سبعة وعشرين. طلعت المساحة كام? اه مشكلة. المساحة اللي عندك كام? الهدف ايه? روح على دول جيب كابل ايه? اكبر. الكلام ده لو احنا هنشتغل ومش ضامنين السيركيت بريكر تريب تايم. هقادي في المكتب وبنعمل على واحد وعلى فكرة غالبة بنعمل على واحد. واحد ثانية. يعني في الحقيقة بريكر يفتح في ثانية. احنا نظر بيفتح في قد ايه? واحد معاشر ثانية. طب ليه بيعمله واحد? ليه? بالزبط شوف يقول لك ايه? عشان لو بريكر هحصلوا فلير. ما انت برضو مش بغسل وده من جنة. ما انت داخل البريكر انت معتمل عليه او كده ليه? ايه? ايه السقة العالية دي? هتقول لي ده انا عملت كوميشنينج وتستنج واستلامت. استلامت ايه? ما انت عندك اه عشرة تلاف بريكر عملت تستة على خمسة ستة فيهم. انت بتعمل على كلهم. فحصدك واحد بنزل الموقع. فاهمت زي? فتبقى مقامل نفسك شوية عشان كده بنرميها لواحد واحنا بتطمينين يعني. هبتكلم في الحاجة. الحالة عملية يعني. الا ما هنا وانا بشتغل معاك هقول لك لا انا نص بالنسبة لي كفاية. يعني لو انا حطيت التريب تايم ده بنص هتلاقي مساحة ايه? ايه? المطلوبة مئة ستة وسبعين وانت عندك متين واربعين. فده اختيار. واحد مش عاجبه الكلام ده انسى الكلام ده وانا بقول لك اعمله فعلا واختار الكابل التلتمية مسا. بس ده ما بيحصلش لان التريب تايم بيبقى اللي من ايه? من واحد دايما. فيها مشكلة? بنفس ذات المنطق هروح على اللي بعده. خلاص بقى سيميلر اللي بقى مش عاعد اكتب تاني. الكابل اللي بعده اللي هو بتعرض لاتنين وعشرين كيلو. اش معنى اتنين وعشرين كيلو? عشان ده كبير. اللي تحته سبع كيلو. انا ما عايز اللي في بداية الكابل. هطلع كم معاك? بص كده. يجب تعكيبه خمسة وتسعين. بس اللي ايه رشورة السركة اللي تحسبتها كام? مية واربعين. بزد على النص ثانية ترب? كمان. فده مفوش يزار هتجروح تجيب على كابل كام? مية وخمسين. ونفس الحوار هعمله على الكابل العشرة تحت. هطلع معاك الايه رشورة السركة بكام? خمسين تقريبا او تماما واربعين. هتروح تجيب كابل ايه? خمسين. العظمة بقى اللي انت ممكن تدخل نفسي ذات المسألة على الايتاب. اهو انا دخلتها لك على الايتاب وخليته احسبها لك. فانت مش مجبر كل مرة تقوم تعمل هزي الحسابات. انت عندك برنامج وشغل تحت ايدك. بس تخلي بالك من كلمة تحت ايدك دي. ها? يعني مش هو اللي مشغلك. مورود انت اللي مشغله. يعني لما تشوف ارقام مش عجبك ارجع شوف ايه? اما انا بعلمك ليه الحسابات المانيور? عشان يبقى عندك انه هاو. يعني تروح تحكم على الاوت على السوفت وير مش اخده هو اه هو طلعولي كده. اصا هو كده ظروفه ايه احنا نظر? فلازم ايه? تشايق على نفسك اهو. اعملنا كل الحسابات. طبعا هنا هتلاقي الشورة سركة اعلى سيكة يا جماعة لان انا مدخله الاكسات بس. والكابلات اللي انا حطيتها دي كابلات من اللايبر بتاع الايتاب. يعني دي حاجات حياة. اخد مالك? الاكسات اقصد اللي هي اللي فوق دي. دي انا مدخلها اكسات بس مش ارويكس. ماشي? ايه دي بقى? اه ده مسال اه تعملوه في انتو في البيت ده. ده موجود في الكتاب بحلو. انا اخده من كتاب دكتور جيداني بحل ده. موجود بحلو في الكتاب. يعني حلو موجود اه? فانت بس ماشي يدك فيه ده. بيقول لك انا عندك لوحة رأسية فوق اهو. بتاعت مبنى. ويه بتجد كام لوحة تحتها. انا مسمهم لك واحد واثنين وتلاتة واربعة. وعايزك تحسب الشرط سيركت عندي كل واحدة من دول. اخد بالك بس هناك كابلات الامونيوم. فهتحتاج تستخدم المعادلة التانية اللي هي 14.2 خلي بالك. مفيش حاجة تخلص. انا انا قد اكزاكت كل مرة ده ما هو لسود. طبعا انا اقول لك كلمة واحدة. طريقة اللي اقولها الوقتي اسمها ميجا بولت امبير ميسود. وهي طريقة لحسابات الشرط سيركت. وهي طريقة مستخدمة. هو معتمدة. يعني ان في ناس بتستخدمها. بس عشان اكون امين معك. المكاتب ما بتعتمدش عليها. قمال دي اعتمد عليها في ايه? ده انا قاعد كده في منقشات وانا قاعد بتكلم مع الاستشاري وانا قاعد فهم ازاي? اه ممكن اكلموا بيها. لما انا كمكتب واشتغل شغل فعلا صح. بعمل الديزاين بتاعي مزبوط. انا بقى راجع البتاع الاي تاب مش اه او الاي كوديا القوي حاجة من الموجود. مش بعمله. بالميجا بولت بس ميجا بولت امبير هي طريقة اه تقريبية وسهلة للحسابات اليدوية بتاعتك عشان تديك انديكيشن انت قريب من صح ولا بعيد. عارفنا مين دي? عشان مش عادي يقول اللي ايه? احنا خدنا الطريقة بقى الحسابات وهاي ميجا بولت امبير. وقارو احسن بيها. لأ. انا مديك الاكزاكت وقايلك. ان في الحقيقة هيستخدموا البرنامج. وانت هتستخدمه. الناس ما عارف المشروع تستخدمه. هتستخدمه. وهتحل بيه وهتبريفاية تست بتاعك بيه. مش الديزاين بتاعك بيه. مش اللي ايه? الحسابات اللي ايه التقريبية. لما لو عايز تعمل حاجة سريعة عندك طريقة اللي ايه? الميجا بولت امبير. وهي تعتمد على التالي. بما انك بتقول لي ان شورت سريكت لما مكانه بيتغير ويقرب نحية السابلاي. كان الليفل بيعله. ولما يبعل عن السابلاي كان الليفل ايه? بيهل. فيمكن ان اعتبر هذا كأنه في السيركت اللي احنا اخدناه احنا صغنانين. عامل كده. كأن انا عندي سابلاي وعندي امبيدنس. والسابلاي ده لاما الامبيدنس تتغير زي الحقيقة يعني. الحقيقة الامبيدنس عمل ايه? تتغير. لاما كأنك تتخيل اللي دي ما بتتغيرش. تخيل اللحزة اللي دي ما بتغيرش. وان ده اول عمل ايه? يتغير. مش ده نفس الاكشن? يعني حدت سابلاي بفولت كبير. فتلاقي الاي ايه? كبر الاي ده اللي هو فيه على زد. لو بتخيلت اللي واحد لان زد مش متغيرة. فساعتها لو حطيت سابلاي بمتين كيلو بولت هتقول لي متين كيلو على زد. طب لو حطيت بمية يبقى مية على زد. لو حطبع عشرة كيلو يبقى عشرة على ايه? زد. فهتتخيل فعلا اللي الشورت سيركت كانوا عمال ايه? يتغير بس بتغير مين? اللي احنا مسمينه ايه? سابلاي. شفت الكنس بتعمل ازاي? ونفس المنطق في الاخر. اللي هو شورت سيركت يضايب. بس هنعملها ازاي? هقول لك انا عندي كم في الشكل اللي قدامي النيتورك بتاعتي. هتقول لي عندي اللي هي وعندي 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 اللي ايه? الكابلات. سيبك بقى من البصبر اهو شوف بقى من الحاجات اهو. وسيبك بقى من البريكرات ويسيبك من الارات وش عارف ايه? شوف الاعمالات اللي ما اعملها دي عشان تعرف العقامة دي اطلع ازاي? فبقى عندي التلاتة فهتخيل اللي كل واحد منهم بي اكت ازاي ايه? ازا بس لو حصل شورت سيركت نحية بيبقى عالي شوية صح? ولما بيحصل نحية بيبقى اقل واقل فخلي بالك اللي انت محتاج تجيب حاجة كده تقول ان كل ما بابعد او كل ما باخد ايه لمن سمعايا? الاقي السورس اعمال ايه? بيتكلص. خلي دي في دماغك وخلي دي في دماغك وتعالا اقول لك هنعمل ايه? احنا هنفترض اللي كل ايه لمن انت فيهم هو بالنسبة له كده سورس. اهو. سورس يقدر يدي لك اس. يقدر يدي لك اس. فانا هقول اللي فوق ده هو سورس وهيدي لك اس. بس هي اس مين? اس شورت سيركت. اس مين? ليه شورت سيركت? لان حصل شورت سيركت عندها. يعني هيجا هقول لك حصل شورت سيركت هنا كده عند ال 11 كيلو. فساعتها يطر الاس شورت سيركت بيبقى بكام? بدل ما اقول بقى الاي شورت سيركت بكام? اقول ايه? الاس شورت سيركت بكام. طب احسابها ازاي? قال لك خد بتاعك وقسمه على مين? على البريونت اللي انت اخد تجيبها من شوية لو فاكر. زي ال اكس بريونت. نفس الكلام هي اتعامل للترانسفورمر. يعني الكلام ده فالد للترانسفورمر وفالد لمين يا جماعة? للسورس بتاعك. بالنسبة للكابلات يقول لك لا. خد الفي ستور وقسمه على ايه? على الزد. خد الفي ستور وقسمه على ايه? على مين? على الزد. انا عارف فيه على زد دي اي. في في. في في الاي يعني. اه? كانوا في في الايه? شبع كده. بس انا اي. شورت سيركت. وقالي زد هنا زد برقوم. واخد بالك. ونسأل سؤال بقى لنفسينا. بما ان فيه ايليمنت سورس اهو. وايليمنت اسمه سورس. وايليمنت تاني بيمثل او بلوك سورس برضو يمثل الترانسفورمر. وبلوك تالي يمثل مين? الكابلات. انت الشكل اللي انت شايفه قدامك ده الراديل ده مش سيرز كايلو سيرز? ها? ده بخلاف لو الاتنين بيغزوا يعني لو عندي ترانسفورمر بارلل مع واحد ترانسفورمر هقول لك لا ده بارلل. فالو انا عندي الشكل اللي توافقنا عليه. وان انا مش هحط ارويكس. ده انا هحط ام تمثل السورس. واحط ام تمثل الترانسفورمر. واحط ام تمثل مين? الكابلز. فيها مشكلة كده? الشكل اللي قدامك سيرز. حد شاف حاجة ده? بينما لو عندك اتنين ترانسفورمر بيغزوا بالمنظر ده? هتقول لي لأ ده انا عندي كده ام واحد و اه? ام اتنين صح اقول لأ? فبالمنطق واسألك سؤال لو عايز تحسب الشورت سيركت اللي هنا. مش هتقول لي الاس اللي جاي من هنا. اس واحد. والاس ده اس اتنين. يبقى اس توتل بتسوي اس واحد زي اس اتنين? وتقول لي ده بيسوي جازر تلاتة في في الاي شورت سيركت? وتجيبوه? اهو? لو هم بارلل هشتغل بقوانين السيرز في المقاومة. فاقول لك ايه? اجمع. البرل ايه? اجمع. طب لو هم سيرز هشتغل بقوانين مين? البرل بتاع المخاومة. اقول لك ايه ام واحد ام اتنين على ايه? فيها مشكلة لغات الوقت ايه? طيب حلو. اخد مسال عشان نفهم الدنيا. قدي مسال قدامك قدي بتاعتك الحداشر بتسلم لمحاول الحداشر اللي بوينت تات التمني ده عندنا في مصر. خمسة في المية البريونت بتاعته. والكابلات اه بيقول لك ليه واحد من مية قوم لكل كيلو متر. لكل ايه? كيلو متر. يعني الراجل مشكور انا اده لك الزد بتاع الكابل عشان يريحك. لا اروه لا يكسر ويجع دماغه. وقال لك اللي دي اللي على بعد ميتين متر اهي ميتين متر فروم ميتين متر فروم ترانسفورمر خلي بالك. حصل عندها شورت سيركت. احسب الشورت سيركت بطريقة مين? الميجا فولتا امبير. فانا قدامك عندي كام عندي الشبكة وعندي الترانسفورمر وعندي مين? الكابلات. يبقى كام تلاتة. يبقى اروه اجيب ام واحد واجيب ام اتنين واجيب ام تلاتة واستخدم قوانين البارل اللي نخلي بالك. يبقى واحد على ام يساوي واحد على زايد واحد على اجيب الام دي من ام بتاع السورس هو اقيلها لك في السؤال. ومن حاجة تاخدها لغاية خمسمية زي ما قلت لك لشبكة الحداشر. فهو اقيل لك في السؤال اللي هي كام? تلتمية. خدناها تلتمية. طب ام اتنين? طب لو مديك اكس. مديك اكس. يبقى تقول لي الميجا بولت امبير ريتد على الاكس بريونت. واخد بالك. طب الترانسفورمر هي الميجا بولت امبير ريتد بتاعه اللي هي الخمسة على الاكس بريونت اللي هي جيب بتاع شرط السيركت. هيطلع ميت ميجا ده شرط السيركت بتاعتها. طب الكابلات تكيل فولت سكويرة على اكس. واحنا شغالين نحة اللو. يبقى بونت ثلاثة ثمانية تربيه على الاكس دي. اضربها في طولها. طولها كام? متين متر او اتنين من عشرة كيلو. عشان هم ادلك بونت او واحد لكل كيلو. ها? جبت الرقم. ادي الثلاثة. بس دي ميش الاكويفلنت. اللي جونة بتاعتهم ايه? اهي. قانون البارل. جبتوا. الرقم ده انا عارف انا وانت لو يساوي جازر ثلاثة فيه في صح? صح. يبقى اخذ الرقم وقسمه طلعك كما شباب? خمسة وخمسين ايه? كيلو امبير. شفت الرقم عامل ازاي? طب ورقم ده عالي اوي كده ليه? لسببين? المسافة امتين متر. ان المحاول خمسة ميجا مش واحدة. الناس ما تفوق. محاول بتاعك اللي تشغل به خمسة ميجا. كويس. ما تيجي نشايك على نفسنا. قصة الطريقة دي تحس كده اللي هي مش مزبوطة مش عارف ليه. اه يعني الميجا بولتن بير دي غريبة اوي. ايه بارل الوسيرز? ما قال الجماعة بتوع الاكواد بيخترعوا. او بتوع المكاتب بيخترعوا بقى. طبعا نشايك هم صح ولا لأ? فايه الحل عشان نشايك? تحسبها بنفسك. بس بالاكسات بقى. اضط بالك. فتحول كل ده الاكسات. او تروح على مين? على حبيبنا. ليه تاب بيجيبها لك. جاب لك كم? ستين وتمانية من عشرة كيلو. ما انا اقول لك اللي احنا مش منركزين اللي ايه? ما اللي فوق دي? انا اقول لك اللي دي ايه? عشان تديك عن الديزان اللي هتعمله. عشان تتكلم مع الناس. خلي بالك اللي انت فيه حوار دايمن داير. انت مهندس مش قاعد اقفل على نفسك واحد على الكمبيوتر. دا انت عمال بققك ما بيبطلش. يعني انسانك عمال يلعب. مع الاستشاري ومع المالك ومع الماور ومع الماور. فاهم ازاي? فنازم تتكلم. فنازم يبقى عندك معلومات. وبسرعة. انا اقول لك انت يعني ممكن فتحة اللاب وتحط وترسم ده ياخد منك وقت. انت ممكن تمسك للقالة تك تك تك. هب كزا. الايب كزا باشي. عايز ايه? انا اعمل صحة اوه. فاهم زي? فيطلع معاك الكلام ده ستين على فكرة. ليه? لان الفرق خمسة كيلو. خمسة كيلو دو على فكرة هتفرق كام? اقل من عشر في المية. يعني اقل من عشر في المية بالنسبة للستين. لو حبينا نحسب هذا الكلام بادينا. ماني ولا? هحول الراجل ده انا بس هلابته او او او. انا عندي اكس وعندي اكس ترانسفورمر وعندي ار كابل وعندي اكس كابل وعندي اللي فوق ده برد. هنفترض اللي احنا شغالين على اوامبري يونت ناحية الاربعة من عشرة وانت عارف الميجا بولتا اوامبير شور سيكت تلتمية. بس هناخد البيس بتاعنا هو مين? الترانسفورمر اللي احنا شغالين عنده. وبالتالي الاكس بريونت بتاعة الاخ اللي فوق ده اتغيرت. واخد بالك احسبها هتطلع على الرقم اللي تحت ده. ده على الجديد. وتحسب بعد كده بتاع الترانسفورمر خلي بالك اللي هي الخمسة في المية دي. ده بريونت. وده ايه? ها? بريونت. يبا احنا هنشتغل لاخر مسألة ايه? يعني كله بريونت. الزد بتاع الكابل اللي جيفن دي زد اوم. يعني اللي هي واحد من مية في اتنين من عشرة دي. فاخدها وقسمها على مين? على زد بيز اللي انت حسبتها عشان تجيب زد كابل بريونت اللي هي على الشمال دي. بص على شمالك. جبتها. وهنفترض الشورت سير كتحصل زي ما انت شايف كده اهو. بس قبل ما تفترض لو في ناس مع قادة زي حالاتك كده فتقول لك ايه? دي زد اللي انت جايبها. مش ار وايكس صح? طب يا سيدي بص افترض الار ادي ليه? من حاجة تفرض ايه حاجة طبعا. لو افترضت الار ادي الاكس ده بتحسب مين? من هنا. لو دي ادي دي بقى اتنين ار تربيع مسلا. ها? تحت الجزر يبقى جزر اتنين في ار. يبقى جبت الار وتروح تعود هي ايه الاكس. فجبت الار والايه والايكس بتاعك. الشكل اللي قدامك ده الامبيدنس كلهم مع بعض. صح? اجمع كمعنى. يبقى الجي هتجمع مع اللي زيه جي والار تفضل زي ما هي. تبص تلاقي في الاخر ان الزد شور السيفك تطلع معاك ايه? كزا كزا كزا. خلي بقى لك ده ايه? بس اعجي ايه? في زد تقدر تجيب الكلام ده اطلع معاك كم? ستين والدسعة من عشرة. نير قوي من اللي طالع من المتلاب بيبقى ايه الايه تاب يبقى احنا كده ايه? تمام والميجا بولت امبير تمام والدنيا حلوة. احنا في هذه اللحزة السعيدة اللي احنا فيها احنا يعتبر قطاع نشوط محترم في بداية من الاستيميشن والبرانش سيركت ديزاين والدستريبيوشن بورد والمين دستريبيوشن بورد واختيار الكابلات والتستاج بتاع الكابلات واختيار البريكارات بيزد على شور سيركت ديزا بتحسبه ده تقدر تختار البريكارات وانا اول المحاضرة الجاية بازن الله هتكلم معاك شواء عن اختيار البريكارات وعن التستنج اللي بيحصل في البريكارات ونختم بازن الله ليه? الاسبوع الجاية عشان الدكتور سيد هيبدأ يدخل لكم من بعد ايه المتر. حد عايز حاجة? يلا السلام عليكم.